انت شايفة بقى ان التخيل بتاعك ده المفروض يكون كم في المية من الكولكشن بتاعك يعني خيالك يبقى كم في المية ودراستك وواقعيا الحاجات المفروض تبقى عاملة زي لا انا اتفعي انه التخيل هو مية في المية او بالنسبة لي ده اللي حصل معي يعني يعملوك اكون مش اشتر حد في الرسم مثلا بس انا التخيل في دماغي مرعب يعني يعني مش بتفاجئ لما الكولكشن يطلع انا بقى عارفة الحاجة تطلع ازاي وعارفة ان انا هميكس دمعة 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 عيني ممكن يكون مش عاملانهم سكاتش اساسي ان انا احطاهم على بعض يا ممكن سكاتش كل دي سوحدة عارفة تخيل ومن وانا بشتري القماش بقى عارفة فهمها هي دي من بداية الحاجات اصلا اللي خلت انه مثلا يعني والدتي تحس ان انا عندي حاجة ان انا تالنت يعني التركيز في ان ده ممكن تلبسيه على البونطلان اللي احنا جايبينه من 6 سنين مثلا فهمها اللي هو لازم يبقى زهنك حاضر ومركزة وايه هتماتش ايه مع ايه وده لا انا بشوف ان هو مية في المية طب بيزي بقى متخيلة كله من قبل ما يتخيل يعني لو طلع الحاجة واتفاجئتي طب ما هو فعلا يعني لا هو لازم تهالي الموضوع التخيل ده اهم حاجة صح وانت ان هو في خيالك انت هتبتدي تدوري على اللي في خيالك بقى كأوماش كستاء يعني فهمها بس هو لازم يبقى الاول هو في دماغك طب قوليه بقى انت فنانين كتير جدا بيجوا بيلبسوا من عندك لما بيجوا بيبقوا طبعا جايين ليه عشان عايزين حاجة مختلفة حاجة مش تقلدية بتعاملينهم ايه هل يا طار بتعاملينهم حاجات مخصوص برا الكوليكشنز بتاعتك ولا بيختارهم الكوليكشنز بتاعتك لكن بتفكري بقى يلبسوها ازاي بطريقة مختلفة بوسي هو حصل انه ساعات بنعمل حاجات مخصوص بس هو انا ما عنديش تعامل دايريكت مع ممثليين انا كان بيبقى عن طريق ستايلست انا الحمدلله لوكتي كذا حد قويسة فهما لو بيبقى عندنا وقت ممكن بنعمل حاجة لو ما عنديش بيختاروا من الكوليكشن يعني فبس انا ما عنديش علاقة دايريكت معاهم بيبقى خلال الستايلست انا لاحست ان انت دايما بتستخدم اللون الدهبي والفضي في كل الكوليكشنز في كل حاجة انت شايف ان دول لونين يعني تايملس زي ما بيقولوا لهو مهما يمر عليهم الزمن برضو حيفضلوا موضة ولا انت مجرد عشان انت بتحبيهم لأ انا بحبهم وبشوف ان هما فيهم جلامر كده مش في اي لون تاني وتايملس كل حاجة وبحيث ان انت لو لابسة تي شرت لونها فضي على جينز هيبقى شكلها حلو مختلف صح فبحب اللونين دول وبحب اشتغل بيهم وبلاقي نفسي بطلع منهم بحيث كتير يعني تايم منهم لان هما اللونين قريدي يعني جميلة صح وانا فكرة البراند هو ان انا عايز اعمل pieces outstanding فطبعا السيلفر والجولد من اكتر الالوان outstanding طبعا 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 طب ايه الالوان التاني اللي انت بتقيها برضو ممكن تبقى معيك في كل الcollections ايه اكتر له الearth stones انا بحب قوي الالوان اللي هو الباج والجراج والالوان دي بحيث انها برضو بتليقى على اغلب الناس وهدية ومش بتروح عليها والاسود اكيد يعني طبعا ده بيقولوا ملك الالوان ما قولوا ولا بيقولوا ملك الالوان ولو ان انا شخصين تسأليني قولت ابيض انا باعش اقلونا الابيض انا كمان بس الابيض عنده مشكلة ساعات انك تعمليه في الابنينج انه مش بيبقى سهل يتباع هو طبعا بيبقى حلو بيبقى فيها امشة طحفة بس مش بينفع يعني بالذات في الكالتشر بتاعتنا مش اي حد بيروح فرح لابس ابيض طبعا بيبقى حاطة العروسة وعيب وما يصحش وحاجات كده طب احاول ابعد عنه في الحاجات السامي كوتوريا تريستين انت طبعا حققتي حاجات كتير وانجازات كتير بس اكيد ممكن يكون في لسه حاجة او حاجتين كده لسه بتحلامي بيهم زي ايه مثلا؟ لا فيه حاجات كتير فيه انه عايزة انتروديوس لاينز تانية عايزة طبعا اجو انترناشنال بس هي كل حاجة لازم لها حاجة فكل حاجة بتبقى بالروحة ولازم تبقى مدروسة بس لا يعني فيه كذا لاين في دماغي عايزة اعملهم بس مستنى شوية لانه لاين جديد يعني ده مسؤولات تانية لازم يبقى عندك كباسيتي اللي هتنتك ده ويبقى مستمر يعني مش هينفع انزل بحاجة وارجع بعض سنتين هلقيها مثلا لا اذا دي مسلا مش بديها كويس فوقفها انا بالنسبة لي بران انزل هيبقى خلاص هكامل فيها فبس لا يعني ان شاء الله